ترجمة نانسي قنقر 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 المصاريف. وهذا كهو من جهة العجز. ثمانينات. كانوا عشرة ناشيتين. يمولوا متقاط. اليوم اربعة فاصل تسعة لكله. اربعة فاصل تسعة يساهموا على واحد. نجيهم بعد عوام اقتصادية. عوام اقتصادية وخاصة عوام اقتصادية اللي التعاكرت اكثر بعد الثورة. بعد الثورة لماذا؟ لانه تم ركود اقتصادي هكا ولا؟ الركود الاقتصادية داي شو نتاج عليه. عدة مؤسسات اللي سكرت. عدة مستثمرين اللي مناق غادروا البلاد. عدة اعوان اللي يفقدوا الشغل المتاح. في السنة الساس نان سلمان ثم موارد نقصة. لكن هذومة اللي يخرجوا ولي يفقدوا الشغل المتاحهم لأسباب اقتصادية. السنة الساس مجبرة حسب القانون بشتعطيهم يعانية اجتماعية. انسان اللي كان ياخو فيه شهرية. وبعد فما تبين عشيتي الموضوحها المعمل سكر متاع ولا 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 شريك. السنة الساس تعطي لمدة سنة يعاني اجتماعي افان بردون. مئتين دينا. بين 2011 و 2012 السنة الساس منها اعطات منح لأربعين الف وثمانية مائة عامل اللي فقدوا الشغل المتاحهم ليسابق صديق. بكل فرر تناهز خمستاش فلس خمسة مليون دينا. العامر الثالث هو عامر فني بحث. عامر فني بحث هما الانظمة اللي قاعدين نديروا فيه. انظمة أنا نقولها انظمة فيها عدة مقبضيات ساخية الى ابر الحدود. في بلدان الاخرى اللي هي مناها متقدمة او كما فرنسا ناخذ معدل احسن 25 سنة. في اسبانيا معدل متاع الحياة المهنية كاملة. نحن في سيناير مازالنا نعطيه على اخر عشر. البلافون نحن نوصل ونعطيه 40% تسعين في المائة كاحد اقصى من الاجر اللي نحكي فيه. ساعات واحد يخرج للتقاعد. ساعات لقاهم الجراية متاعه تفوق حتى الاجر اللي كان يخفي. ساعات واحد يتوفى. القارين الباقي على اعلاقات الحياة ياخو مباشرة بينما في فرنسا ما ياخو الا في سن 55 سنة. انا بش نكون معك سريح. سريح الى اربعة حد. رأوا العجز اللي نعنيو فيه هو عجز هيكلية بالاساس. وذلك العجز هيكلية رأوا يرجع مناها التاريخ المتاعه الى 93. عام 93 اول مرة الصندوق يدخل في العجز هو في عام 93. هذه انا قلت عوامل من اثرت بصفة غير مباشرة. من انا نقول لك العامل الهيكلي هو مناها عدم التناسق بين الممولين للنظام ومن بين المنتفعين بالنظام. هذا هو العجز الهيكلي اللي مناها التوقعين نعنيو فيه لان النظام التوزيعي وصل للحد انتهاء. انا والله نقول الحل العاجل ولو برشا وخيان نلقاهم مناها عندهم نوع مريتيسانس. هو الترفيع في السلم. الترفيع في السلم تعتقاعد. يقول لك ان ترفع في السلم تعتقاعد لكي تزيد تخلق اشكال على مستوى البتال. تعتقد حتى علاقة بين الترفيع في السلم تعتقاعد ومن بين مناها البتال. لذلك الترفيع في السلم ليس الحل الوحيد. ينتظر الترفيع التي ترفع في السلم تعتقاعد عام بشوفرهم اقرابة 100 مليون دينار. يوجد حل الآخر. لا يوجد حل الآخر. ليس معقول في الشقر ليوني جراية تعتقد على الآخر عجل. وليس تمشي كما سنة الساس على المعدل متى العشر سين. ما يوجد حل الجذري؟ في عام 2012 صدرتها. تتعلق معدوش يتكلموا بالضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي والليات منظومة اخرى. هي ارضية الحماية الاجتماعية. المنظومة هذه فيها ثلاثة أسس. مثل ثلاثة أساس. المنظومة هذه فيها ثلاثة أساس. الزمان حد أدنى من الدخل. وستغطية صحية الدنيا. المنظومة هذه الآخر. ومع المنظومة هذه الآخر. ومع المنظومة هذه الآخر. مثلها المنظومة التي لست كندا. أدع著 الزراية الجماعي الخاصة بها الضمان أو بالضع. الفارق الكل يولي الجزء. نحب بقوية 80% تكفيني. يولي يهو ينخرط في نظام آخر تكميلي 30% ويضمن زادة كيف كيف رمبورسمان دونال الميت الشيء يحب عليه هو. تولي هكا منظومة متكاملة وتولي تناسق. تناسق بين دعباد الكل تكون عندها تغطية ونظمن التوازن المالي منتاع النظام على المدى البعيد. غد وراي بعد انتخابات أي حكومة باش تجي روها الموضوع باش باش تكون محل تجاد وبيت. اذا كما نحلوشي منتاع. وتقعد أموال الحكومة اللي بتجي. هي اللي باش تكمل. راوا صدقني أي حكومة باش تجي من بعد. أي حكومة راي باش ولي راي محل تجاد وبيت. وشكون الخسر. الخسر هما المنظوم.